أصرت الحكومة الأمريكية على الاجتماع البحرين أن يكون اقتصادياً وحلاً أولياً للقضية الفلسطينية رغم واحد المعارضة تقريباً للعالم كامل هذا في اعتقادي يشكل نوع من الخطأ وهو خطأ أعتقد أنه مبية له من طرف الجانب الأمريكي بالأساس لأنه لا يعقل في مثل هذه القضايا أن نضع العربة قبل الحصان هناك مشكل سياسي وستراتيجي عميق ونوقش عدة مرات ربما عشرات المرات وكانت اتفاقية أرسلو وكانت اجتماعات إلى آخره ولم يتم التوصل بعد إلى حل إذا كانت هناك رغبة في الحل فإن بغي أن يناقش هذا الإشكال الجوهري والسياسي والذي أعتقد أن حله واضح وبسيط جداً هناك أولاً المبادرة العربية للسلام التي وضعت منذ سنة 2000 جوج وصادق عليها المغرب وصادقت عليها كل بلد العربية والمجموعة الدولية وهي واضحة ودقيقة تقول أتطبيع نعم ولكن على أساس شرط أساسي وهو حل الدولتين الأرض مقابل السلام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية يعني العرب قدموا في تلك المبادرة لحد الأقصى للتنازلات وأصبحنا تقريباً في الخط الأحمر لاستدام مع الغرب ومع إسرائيل وبالتالي لا أعتقد أنه اليوم يمكن أن نمهد لأشياء غير معروفة نحتى الدبلوماسية المغربية ليست على علم بما هي محتويات ما يسمى بصفقة القرن يعني رغماً عن ذلك نأتي لنمهد بعملية الاقتصادية حوالي 50 مليار دولار من أجل نوع من الاستقطاب الفلسطينيين حتى يقبلوا بالحلول المتوخات من طرف الأمريكيين والإسرائيليين نعم المغرب مشاب مستوى ضعيف أي بممتد واحد ماذا يعني هذا المستوى؟ هو كما تعلمون في إطار توازل القوى الشمولي والدور الحيوي الذي تلعبه الولايات المتحدة بالنسبة للكثير من القضايا الجهرية في العالم بما فيها قضية الصحراء المغرب يوجد في موقع لا يحسد عليه سواء على مستوى التسلح من طرف الدول الأجنبية سواء على مستوى المواقف التي يمكن أن تتخذها الدول دائمة العضوية داخل مجلس الأمن ومتوفرة على حق الفيتو ومن بينها الولايات المتحدة العدة هناك عدة رهانات وتحديات قوية ولكن موقف المغرب كان واضحاً بفاية على هذه القضية هناك عدة مرجعيات تأكيد هذا الموقف فقط عندما زار العاهل الأردني الملك عبدالله المغرب صدر بيان المشترك كان واضحاً كل وضوح أكثر من هذا الملك عبدالله عندما استقبل عدة شخصيات مرتبطة بالأوقاف الإسلامية في الأردن وبالقدس الشريف أكد بصفة استثنائية على الموقف الاستثنائي للعاهل المغربي الذي استمر في دعم الفلسطينيين ودعم القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين والمدينة المقدسة كمرجعي لكل الديانات السماوية فبالتالي موقف المغرب لم يتضح فقط في هذا اللقاء مع الملك عبدالله ولكن كذلك في نداء القدس الذي صدر زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى المغرب وهذا الموقف واضح أكثر من مكون العاهل المغربي هو رئيس لجناة القدس تابع لمنطمة التعاون الإسلامي وهو موقف يعتبر فعلاً أن حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة لسوية هذا النزاع وأن هذا الحل من ضغط أن يرتبط بأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وبالتالي أعتقد أنه لسه هناك أي مجال للتضارب بين موقف المغرب من كونه قبيلاً بدئياً أن يشارك في هذا اللقاء وهو اللقاء كما قلت على مستوى جد منخفض بالنسبة للسلطات المغربية ولكن هو في نفس الوقت مرحلة للإنصات بحيث هناك موقف عبر عنه في الاجتماع السابق للجامعة العربية فقط يوم الأحد الماضي عندما أشار ضمنه إلى أن الدعم الاقتصادي للفلسطينيين ضروري ومؤكد لكن ذلك لا يغني المجتمع الدولي من إيجاد حل جدري للقضية الفلسطينية فعلاً الولايات المتحدة استبقت الأحداث عندما قررت أن تعقد هذا اللقاء في المنامة وبحضور بلد الخليج من أجل الدعم الاقتصادي وكأنه نوع من الاستباق لما سيأتي في المستقبل ولكن تخطئ كثيراً إذا كانت تظن أن المغرب أو بعض الدول الأخرى سوف توافق على ما يشاع أنه محتوى لما يسمى بصفقة القرن التي قد تحرم الفلسطينية من وطنهم وقد تحرمهم من عاصمتهم المقدسة وقد تحرمهم من حقوقهم المشروعة سواء في عودة اللاجئين أو استغلال مياه الأرض الفلسطينية أو إقامة دولتهم القائمة على الحياة للقاء القادرة على الحياة مثل جميع أعضاء المجتمع الدولي بدون استدنى وما يفسر الموقف القوي للفلسطينيين أمس كان عندهم إضراب عاماً في جميع الأراضي ثم المساندة كانت الشعب المغربي بخروجه في مسيرة كبيرة فعلاً المسيرة الكبيرة التي خرج فيها المغاربة جاءت لتؤكد هذا الموقف بكل وضوح والغريب في الموقف المغربي أو المهم في الموقف المغربي أن كل أطياف المجال السياسي المغربي شاركت فيه بما فيها حتى الأحزاب الموجودة داخل الحكومة المغربية وعلى السياحة بالعدالة والتنمية وهذا يعني بعبارة أخرى أن المغرب خرج عن بكرة أبيه ليقول لا لأي مساومة تتعلق بالحقوق الفلسطينية المشروعة وبحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر